يامسا الخير ويأهلا وسهلا بكل جماهير الكرة المصرية بشكل عام وبالأهلوية بشكل خاص حلقة جديدة والسادسة واسمحولي الحقيقة نقطة نظام في منتهى الأهمية قبل ما أتكلم في تفاصيل حلقة اسمحولي أرجع بيكم الحقيقة من أول ما حصلت أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال واختيار المغرب والأزمة اللي حضراتكم تابعتوها على شاشة النادي الأهلي كان مبدأنا من البداية واضح وصريح والموقف الحقيقة واضح ومسجل مش بتكلم على السادسة بس بتكلم على كل البرامج اللي ظهرت على شاشة النادي الأهلي أنه خلافنا في القضية دي أو في الموضوع ده كان متعلق ومرتبط بأسلوب إدارة التحاد الأفريقي لملف اختيار ملعب المباراة ولم نتطرق لا من قريب ولا من بعيد للأشقاء في المغرب وقلنا أنهما تماما خارج المعدل لكن الحقيقة لفت نظري ودايقني بشكل كامل وأعتقد أنه ده كل المصريين هي تصريحات فوزي لقجع طبعا رئيس اتحاد الكرة المغربي لتهم فيها بوضوح ومنتهى الصراحة في شهادة أو في تصريح لا يقبل التأويل حقيقة مصر وتونس بالفساد وأنه فسادهم ساعدهم على مستوى المنتخبات والأندية أنهم يحققوا بطولات كتير جدا في أفريقي وأنا أعتقد أنه تصريح زي ده لابد أن يساءل وأن يحاسب عليه رئيس اتحاد الكرة المغربي فكرة أنه المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة المغربي يطلع ويقول أنه التصريحات دي أسيء فاهمها أو تم تأويلها بشكل مختلف تماما عما كان يعني أو يقصده السيد رئيس اتحاد الكرة المغربي أعتقد أن ده أمر غير مقبول على الإطلاق وبالنسبة لنحن كأهلوية الحقيقة لو بتسألني مش أكلم على مستوى الإدارة كان بكلم على مستوى الجماهير كل الجماهير الكرة في مصر تعتقد أنه فوز لقجع كان صاحب دور مجبوه فيما يتعلق باستضافة المغرب للنسخة الحالية من نهاية دور الأبطال والموضوع لا مرتبط بلواح الاتحاد الأفريقي ولا بالقواعد ولا المعايير اللي وضعت عشان تصطدي في المغرب النسخة دي من بطولة أو من نهاية دور الأبطال واعتقد أنه إذا كان فيه معايير كان من مفترض أنها تطبق على كل النسخ السابقة من نهايات دور الأبطال واعتقد النسخة اللي قبلها على طول النسخة قبل الماضية كانت بالمناسبة في المغرب برضو واعتقد أنه إذا كان المعيار اللي اتحط امتحاد الأفريقي وحضور الجماهيري النسخة اللي تم استضافتها في المغرب نسخة 2021 كان ملعب خالي تماما من الجماهير وإذا كان فيه معيار حقيقي مفترض أن يتم تطبيقه في مباراة أو في مواجهة فاصلة في نهاية أكبر بطولة في دولة الأبطال مفترض أن يكون مبدأ اللعب النظيف وتكافؤ الفرص والعدالة والمسواة قبل ما نتكلم عن الأرباح والمكاسب اللي ممكن يحقق الاتحاد الأفريقي من وراء حضور الجماهير لملعب المباراة فيما عدا ذلك يبدأ الاتحاد الأفريقي نفسه عنده مشكلة فساد تصريحات رئيس اتحاد الكرة في المغرب اللي نشرتها وسائل الإعلام المغربية ووصلت لنا هنا في مصر بأعتقد أنها فيها إساءة مباشرة لمصر ولتونس وأعتقد إذا كان المسؤولين في المغرب مدركين وطبعا أعتقد أن العلاقات بين الدولتين بين مصر والمغرب أكبر بكتير جدا من مباراة في كرة القدم وأكبر بكتير جدا من بطولة بحجم بطولة دوري الأبطال إذا وضعت كرة القدم أو بطولات كرة القدم في كفة والعلاقات المصرية والمغربية في كفة تانية فأعتقد أن العلاقات والعلاقات على المستويين الحقيقة الرسمي والشعبي علاقات قوية جدا وعلاقات راسخة جدا لكن السكوت عما تحدث أو عما صرح به رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم أعتقد أنه يستدعي بشكل كبير جدا تحرك من المسؤولين في المغرب إما باعتذار رسمي وإما بإقالة السيد رئيس الاتحاد كرة القدم المغربي فوزي لقجع ما أعتقدش وإلا يتم تفسير ده على أنه موافقة دامنية على مصرح به رئيس الاتحاد كرة القدم أما على التحاد الأفريقي فأنا مش هتكلم الحقيقة التحاد الأفريقي رفع شعار لا أرى لأسمع لا أتكلم من زمان وأعتقد أنه حتى في وجود سيد موتسيبي اللي تفقنا بتوليه مسؤولين اتحاد الأفريقي خير ومن مصادر معكدة عرفنا أنه شعر بحالة غضب شديد وصرح بغضبه ده بمجرد علمه بأنه المغرب هتستضيف المباراة النهائية ولكن يبدو أنه الرجل لا يملك من أمر الاتحاد الأفريقي شيء وأنه في النهاية صاحب النفوذ داخل الاتحاد الأفريقي فوزي لقجع هو الرجل الأمر الناهي داخل الاتحاد على كل الأحوال أتمنى أنه أنا أرى رد فعل مناسب من المسؤولين في الدولة المغربية على التصريحات الأخيرة وما أعتقدش بأي شكل من الأشكال أنه هو ممكن لأي لحظة من اللحظات يحصل توتر بين الدولة المصرية والدولة المغربية بسبب مباراة في كرة القدم وأعتقد أن الجانب المغربي أكثر حرصا على هذا